انتهاكات الحوثيين مستمرة في كل أرجاء اليمن تجاوزات لم تستثني أحد فقط طالت النساء والأطفال وكذلك المسنين تحالف رصد اليمني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كشف أرقاما حول ضحايا الحرب من انقلاب الحوثيين على الشرعية قبل نحو أربع سنوات وقدم تقريرا بتفاصيلها على هامش أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان في جينيف التقرير رصد مقتل وإصابة 35.026 مدنيا في جميع المحافظات بينهم نساء وأطفال ومسنون لأسباب معظمها تركز على القصف العشوائي والقنص أو الألغام التي زرعتها الميليشيات التحالف سجل أيضا اختطف 16.565 مدنيا بينهم 368 طفلا وثمان وتسعون امرأة كان للنساء نصيب الأسد من تجاوزات الحوثيين خاصة في محافظة تعيز المحاصرة إذ تم توثيق مقتل أكثر من أربعمائة امرأة وإصابة نحو 2500 برصاص الانقلابيين خلال أربعة أعوام واستدعوات الحقوقيين لحماية النساء اليمنيات ومد يد العون لانتشالهن من الوضع الإنساني القاسي الذي يعيشناه ووفق حقوقيين فإنه منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء يعاني عدد كبير من اليمنيين من انتهاكات عدة هذا بالإضافة إلى التلاعب بلقمة عيشهم عبر شبكات تحتكر السلع الرئيسية والحيوية وفق ما تؤكد أيضا الشرعية اليمنية رفيد ياسين العربية